ما في شكل قرار قطع بشكل كارثي على لبنان سياسياً وأمياً وأكتصادياً يعني ما في شكل أنه اليوم نحن نحمل قوة سياسية مسؤولية تردي العلاقات الأخوية التي كانت تربط بين الشعبين 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 وبين لبنان والمملكة العالمية السعودية قوة سياسية تقاعصت الموجودة بالسلطة طبعاً تقاعصت عن قصد أو عن غير قصد عن أولاً أن القيام بوجباتها بتأمين سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية والمعابر والمنافذ الحدودية لمنع لبنان من تحويله إلى ممر أو معبر لتصديل مخضرات إلى الأسواء السعودية ومنها إلى الأسواء الخليجية ولا طالما حذرنا وحذرت المملكة أنه يا جماعة تعورك بوسكانر وبلشوا أعطونا تطمينات وبلشوا أخذوا إجراءات أنتوا تحموا سيادتكن يا دولة لبنانية لحتى نمنع أنه لبنان يتحول إلى معبر وممر لتهريب مخضرات إلى السعودية أضيف إلى ذلك لبنان سنعب يتحول منبر الإعلامي للتعرض للقضاء السعوديين والخليجيين والشعب السعوديين نحن لا نريد ولا حدا في لبنان يريد أن لبنان يصبح منبر للتعرض بالشتائم والإهانات لشعب السعودي نحن نحترمه ونجله للإماراتيين والقضاء الخليجيين والشعوب الخليجية التي تربطنا إليهم أحلى العلاقات الأخوية والعائلية أضيف إلى ذلك اليوم أن أي حكومة بدأت تشكل بالعالم أو بلبنان أخذوا كل هذا الوقت لحتى يشكلوا الحكومة عساساً يدرسوا الأسماء وعم يعملوا تباحث بالأسماء ويشيلوا اسم ويحطوا اسم كانوا يعرفون أن معالي وزير الإعلام الوزير جورج الرفداحي هو يكون العداء للسعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة هو واضح وصريح بموافه وجريء وتم فصله من عمله بأحلى المحطات الخليجيين من وراء موافه العلانية بقوم أنا بجيبه هو بالذات بحطه وزير الإعلام وكأنه أنا أقصد أنه استفزاز المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأنا عارف أنه هذا الموضوع بيزعجون يعني مؤسب فعلاً أنه دائماً لبنان بيكي طاعاته الإنتاجية والاقتصادية وهو لبنان كمواطن لبناني عم يتفت تمن أنه فيه كوة سياسية معينة موجودة بالسلطة عم تاخدوا رهينة لمواقف سياسية تخدم دولة مصالح دولة إقليمية على حساب المصالح اللبنانية كانوا مكيمين ولا منتشرين واليوم لا يوجد شك أنه علينا أن نأخذ إجراءات حسيسة لحتى نمنع الهدر والإنهيار والإنحضار لأنه الخسائر جسيمي الخسائر جسيمي بالطال مختلف شرائح المجتمعية اللبنانية مختلف طوائفها وموندنة ومذهبها وبالطال كمان كافة الكطاعة الانتجية واليوم لبنان هو مفروض يكون في حكومة بدأت بلش تحكي مع المجتمع الدولي وبدأت تحكي مع المجتمع الخليجي وعم تطلب مساعدات بقى كيف يعني بقي هيك حكومة بدأت تطلب مساعدات وهي حكومة عم تكون فيه بيناء أعضاء وزراء عم تعملوا تصريح لا تحكس فعلا هو دور لبنان وعمق لبنان العربي وكأنه هناك فريق يتجه إلى إخراج لبنان من محوره العربي وأخده إلى محور إيراني ما بيشبهه أبدا وهي الوضع مشاهد الشعب اللبناني بالعكس هو يؤكد على عروبة لبنان ويؤكد أنه يريد أفضل علاقات مع الشقاء والعرب وخاصة الخجشيين والسعوديين هلأ إذا بنا نحكي عن الخسار الاقتصادي كارسي يعني لبنان كان بيصدر للمملكة العربية السعودية بالمليار مليار ومتان مليون دولار سنويا واليوم كان يجينا حوالي 600 ألف سائح سعودي على لبنان وهذه المعدل للإنفاق للمواطن السعودي السائح السعودي يفوق بأضعاف معدل الإنفاق للسائح من جنسيات أخرى طبعا الخسائق الجسيمي من منع الرعاية السعوديين والإماراتيين أو الخارجيين من المجيء إلى لبنان بيكون عم تضرب أنت مش بس الكطاعات الصناعية اللي مش قادرة بقى تصدر منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية ولكن أيضا أنت عم تضرب الكطاعات السياحية الكطاعات الخدمتية الكطاعات الأنتجية والأهم من هذا كله عم تضرب سمعة لبنان وسمعة اللبناني اليوم اللبناني اللي هو كان يتمتع بأفضل وأرقى أنواع الاحترام متبادل مع الشعب السعودي الشقيق ومع الشعب الخليجي اليوم صار عندنا مشكلة حقيقية أنه كيف نزجع نسترجع الثقة المفقودي صاري بين المواطن السعودي والمواطن الخليجي والمواطن اللبناني يعني اليوم أكيد المملكة أكدت لنا وكان تأكيد ومشكورة مشكورة المملكة وزارة الخارجية بالتصريح والبيانة الصارح والصريح والواضح اللي قالته أنه لن يتعرض أي لبناني مكيم على أرضها إلى أي إجراءات طرد أو منع واعتبرتهم أنه اللبنانيين مكيمين بين ضمن النسيج السعودي وهذا موقف مشكور ومتوقع من كيادات المملكة الحكيمة ولكن ليس هناك أي شيء يمنع أنه السعودي يمتنع عن مشاركة اللبناني أو توظيف اللبناني أو تأمين فرص عمل إلى المواطن اللبناني هنا الخسائر الكبرى نحن نطالب طبعاً بإيقالة أو استقالة الوزير الارضاحي فعلاً وأو رحيل تلك الحكومة إذا هي أصلاً ما عم تجتمع وأصلاً الحكومة اليوم تمر بعقبات عثيرة وما حتقدر أنه تقوم لا بالإصلاحات المطلوبة ولا بالتفاوض مع البنك الدولي للحصول على المساعدات المطلوبة أنا برأيي أشرف أنه يستقيل دولة رئيس نجيمة وإيقالة الارضاحي وأنه فعلاً نحن كاللبنانيين لدينا موقف واضح وصريح هل نريد للبنان أن يكون عمقه عربي ودوره عربي ووجوده عربي ودوره اقتصادي بالمنطقة؟ أو نريد للبنان أن يكون بالمحور الممانع الإيراني ومحور اللي بده يعمل حروب ويدخل بكل دول المنطقة ويمعن فساداً ويشكل خطراً على أمن تلك الدول التي تعتبر دول الشقيقة؟ هون السؤال لأنه لم يعد بالإمكان التعايش بين فريقين فريق يريد يؤمن بثقافة الحياة وفريق يؤمن بثقافة الموت واليوم لا ننسى شغلة أنه اللبناني سنع يضطر يهاجر ويترك لبنان ليقدر يأمن السبر للعيش الكريم لعائلته الموجودة في لبنان وحتى الكتاعات الاقتصادية والانتاجية تضطر تهاجر لتأمن هذه وصار الواحد يشعر منه بالخليج فعلاً أنه الكرامة بالغربي وطن والذل بالوطن غربي